عشرات الآلاف من المعتقلين تكتظ بهم الزنازين الحكومية منذ سنوات واستظروف إنسانية تصفها منظمات حقوقية بأنها في منتهل وحشية والقسوة لجنة حقوق الإنسان النيابية اعترفت باكتظاظ السجون بالمعتقلين الذين تجاوز عددهم السبعين ألفا وهما دفعها إلى استجداء إعادة تفعيل قانون العفو العام الذي أطلق قبل سنوات وجرى تفصيله ليشمل مدانين بعينهم في تهم جنائية ثبتت عليهم بينما استثني المعتقلون بقضايا ما يسمى الإرهاب وبتهم معظمها كيدية وبدوافع طائفية وأقارت اللجنة بما يعانيه المعتقلون وذووهم من مآسو وحرمان فضلا عن ضيق المعيشة وغيرها من الآثار الاجتماعية والنفسية التي سببها طول فترات الاعتقال مؤكدة على ضرورة رفع أسماء المشمولين بالعفو الخاص لإطلاق سراحهم بعد توفر الشروط كالأمراض المزمنة وكبر السن والتنازل عن الحق الشخصي سلسلة متواصلة من الوفيات بين صفوف المعتقلين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي لا سيما في سجني الناصرية والتاجي وسط عمليات ابتزاز مستمرة يتعرض لها ذوهم لمعرفة مصيرهم وإعدامات تجري بناء على دوافع انتقامية كما جرى مؤخرا مع الشباب الأربعة من مدينة الفلوجة الذين أعدموا دون أن تثبت عليهم التهمة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن الوضع في السجون الحكومية خطير جدا وكثرت فيه عمليات القتل خارج القانون وعمليات التعذيب الممنهجة التي لا يمكن السكوت عنها وطالب المركز مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بفرض رقابة دولية وإجراء تحقيقات عاجلة في هذه الانتهاكات ووقف الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين وتؤكد منظمات عراقية ودولية أن ألاف الأشخاص جرى اعتقالهم في العراق بتهم كيدية واستغياب المحاكمات العادلة فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب ولا يخرج الكثير من هؤلاء من السجن إلا إلى المغبرة واستصمت قضائي مريب وتغطية حكومية لجرائم تجري على قدم وساق وأرواح تزهق بصمت في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب ترجمة نانسي قنقر